اشتركوا في القناة نتعامل مع السلوك الإنساني هذا السلوك يتصف بالتعقيد والغموض وسرعة التغير ولذلك فليس هناك قاعدة ثابتة ننتهجها بشكل دائم بل نعود دوما إلى الموقف التربوي الذي قد يفرض علينا أن نغير بين تطبيقاتنا العملية بين مكان وآخر وزمان وآخر حديثنا عن التطبيقات العملية سيكون حول المحاور التالية أولا تنمية ذاتية ثانيا النمو المهني ثالثا مكتب المشرف التربوي رابعا العلاقات الاجتماعية خامسا اجتنب السلبيات سادسا مشكلات في الميدان حاول أن تساهم في حلها أولا حديثنا عن التنمية الذاتية لا بد أن نطول مهاراتنا في العرض وأن نحسن مهاراتنا في الإقناع وأن نتعلم كيف نكون مؤثرين كما نحرص على توظيف لغة الجسد حينما نتكلم عن المهارة فلنتذكر أن المهارة هي حذق الشيء وإتقانه عن طريق التدريب والتمرين مهارات العرض إذا أردت أن تتقنها خطط الموضوع جيدا حدد هدفك حذر الموضوع جيدا احرص على افتتاحية محفزة فعل العمل الجماعي كن نشطا اظهر بمظهر ورائحة مريحة لك ولهم لتكن آراءك واضحة احتفل بالخاتمة كما فعلت في البداية قدم التغذية الراجعة المناسبة للمشاركين في العرض الذي قمت بتقديما كيف تكون مقنعا إذا أردت أن تكون مقنعا فلابد أولا أن تؤمن بأفكارك تعلم فنون النقاش وضرب الأمثلة تعلم حسن الإنصات اعترف بالخطأ فإن الاعتراف بالخطأ فضيلة ثقتك بنفسك مهمة لتكن أفكارك مقبولة منطقيا اهتم بالجانب الإيجابي قبل حديثك عن الجانب السلبي اجعل نفسك مكانهم يعني أن تستخدم أسلوب تبادل الأدوار فعل ثقة الآخرين بلطفك ومحبتك كن صادقا لو حققت هذه ستكون مقنعا لمن تتعامل معهم حاول أن تكون أقوى تأثيرا من خلال اغتنامك لرصيد الفطرة الخيرة عند الآخرين اسبق إلى قلوبهم بحسن خلقك ابحث عن الفرص حول الأزمات إلى فرص اصنع الفرص إذا أمكنك ذلك احرص على بناء قدرات الآخرين اكتسب مهارات توجيه والإقناع كل هذا سيساعدك لتكون أقوى تأثيرا في الميدان وظف لغة الجسد لصالحك حينما تحاول أن تقوم بمهارات التوجيه والإقناع فوظف لغة الجسد لصالحك تذكر أن أثر الكلمات في الإقناع وفي التواصل مع الآخرين يبلغ 7% بينما نبرات الصوت تصل إلى 38% فيما تكون لغة الجسد نسبتها 55% وهذا يستدعي أن توظف لغة الجسد في مهاراتك للتوجيه والإقناع المحور الثاني هو النمو المهني كيف نقوم بتنمية ذاتنا مهنيا أو حتى نساعد الآخرين لينموا أنفسهم مهنيا أول هذه الخطوات هي القراءة والقراءة هي أهم خطوات التنمية المهنية ثم حضور الدورات التدريبية كذلك الاستفاد من دوي الخبرة في الميدان الذي تعمل فيه أو تشارك فيه التقنية أصبحت التقنية الآن تعمل وتسعى لتقديم خدمات كبيرة جداً في أي مهنة والتعليم من أوسع المهن وأكثرها استغلالاً للتقنية تعلم فنون القيادة فإن هذا مما يساعدك على النمو المهني ويجعلك ترتفع بشكل أكبر وأسرع من من حولك تذكر أن مهمتك بالدرجة الأولى قيادة وليست إدارة وتذكر أن هناك فرق كبير بين القيادة والإدارة فكن قائداً ولا تكن مديراً القائد يعتمد على التأثير فيما يعتمد المدير على السلطة القائد يحرص على تدريب مرؤوسيه فيما المدير يجبر مرؤوسيه القائد يحرص على تدريب مرؤوسيه فيما المدير يجبر مرؤوسيه القائد يحفز ويدعم فيما المدير يبطيهم تحت ضغط سلطته القائد يتكلم بضمير الجماعة نحن بينما المدير يتكلم بضمير المفرد أنا المحور الثالث مكتب المشرف التربوي لا بد أن تحرص في تأسيس مكتبك على أن تتوافر لديك الأنظمة واللوائح للجهة التي تعمل فيها اصنع ملفا مستقلا لكل مهمة إشرافية ووثق أعمالك بحسب أنواعها في هذه الملفات اعتمد منهجية لقياس رضى المستفيدين من جهودك وأعمالك التي تمارسها في الميدان التربوي حدد وسائل وأوقات الاتصال بك وأعلنها للآخرين حتى يكون سهلا عليهم معرفة متى يتواصلون معك ويبلغونك رسائلهم كون مجموعة التواصل مهني سواء كانت مجموعة بريدية أو مدونة أو بأي وسيلة من وسائل التي ترى مناسبتها للميدان الذي تعمل فيه قيم ذاتك وتعرف على مستواك من خلال اطلاعك على الجوائز والبرامج المعتمدة التي تقيس مستوى الجودة للأداء في الميدان التربوي استفد من التغذية الراجعة التي حصلت عليها بعد كل تجربة أو بعد كل تقييم من رؤسائك ومن العاملين معك ادعم النظام لأنه مرجعكم جميعا المحور الرابع هو العلاقات الاجتماعية حينما نتحدث عن العلاقات الاجتماعية للمشرف التربوي لا بد أن نذكر العامل في الميدان التربوي بضرورة استخدام التحفيز وأن يتعلم كيف يكون فرق وكيف يفعل تعليم الأقران ونحرص أيضا على تجنب السلبيات والاهتمام بأدبيات الزيارات الإشرافية يمكنك أن تفعل التحفيز من خلال وسائل عديدة منها توظيف المشاعر الإيجابية منها توظيف قيمة العمل الجماعي منها أن تشعر الآخرين بقيمتهم فإن هذا من أقوى أساليب التحفيز وأنت بحاجة لأن تعرف خصائص الأفراد وأنماط الشخصيات حتى تتمكن من بناء فرق تساهم معك في تطوير العملية التربوية أسلوب تدريب الأقران متى تستخدمه وحتى متى يغفل عنه المشرف التربوي وهو أسلوب يمكن أن يستخدم المشرف التربوي ويمكن أن يستخدمه مدير المدرسة مع المعلمين كما يمكن أن يستخدمه المعلم مع طلابه وله تقنيات سهلة يمكن التدرب عليها في وقت وجيز من مميزات استخدام نمط تدريب الأقران أنه يوفر فرصة للمعلمين لدعم نموهم المهني والتقييم الذاتي وتطوير آدائهم كما يسمح للمعلمين بملاحظة أدائهم بأسلوب خالم من التهديد كلا الطرفين متكافئان لأن كلاهما سيتبادل الأدوار ويلاحظ الآخر فيقوم بدور الملاحظ مرة ومرة بدور الملاحظ أدبيات الزيارة الإشرافية حينما نتحدث عن أول زيارة إشرافية فلا بد أن نذكر زميلنا المشرف التربوي ببعض الأمور المهمة حينما ينفذ أول زيارة إشرافية له في عمله في الإشراف التربوي حاول أن تأخذ موعدا للزيارة مع مدير المدرسة اجعل هذه الزيارة الأولى زيارة تعارف استخدم بطاقة تعريف أو ما يقوم مقامها ادخل بهدوء وألقي السلام على من تلقاه في طريقك اتجه مباشرة إلى مكتب مدير المدرسة واستأذن في أدب عرفه بنفسك وتخصصك ومهامك التي ستمارسها تحدث معه حول مهمتك واستطلع رأيه في وضع خطة زياراتك القادمة اطلب من المدير بعد ذلك أن يأذن لك في لقاء زملائك من المعلمين إذا حضروا تعرف عليهم وعلى مهامهم وأخبرهم بسعادتك بالعمل معهم خذ رأيهم في أفضل خطة للتعاون بعد التعرف على مهاراتهم اختم الزيارة بأدب كما بدأتها وإذا رجعت إلى مكتبك سجل كل ذلك في سجلاتك الخاصة وقيد أسماء معلميك ومهاراتهم لتضمنها خطة التطوير فيما بعد ثم حين تتوالى زياراتك للميدان احرص على ما يليه لا تنصح في العلن اجتنب اللوم والتقريع حين تخطئ فمن الحكمة أن تعترف بخطأك وتصححه تذكر الآن إذا تضخمت ضرت ولم تنفع انظر إلى الحسنات أكثر من النظر إلى السيئات تذكر أن النقد المجرد مهمة القاعدين عن العمل لمح ولا تصرح قدم اقتراحك بلا باقة احترمهم ليحترموك تذكر أن للآخرين مشاعر كما لك مشاعر ساعدهم على قضاء حاجاتهم فهذا جزء من مهمتك نادهم بأحب أسمائهم ونوه بأفضل أعمالهم تعلم مهارة الإنصات تكسب قلوبهم التشجيع عصى سحرية لتعديل الشخصيات والابتسامة مفتاح القلوب والهدية رسول المحبة المحور الخامس اجتني بالسلبيات هناك سلبيات قد تحدث في بعض الأحيان من بعض الزملاء العاملين في الإشراف التربوي فنحن نذكر بها من باب محاولة اجتنابها وتقليلها قدر الإمكان من هذه السلبيات أن تعتقد أن دفتر التحضير غاية تذكر أن دفتر التحضير مجرد وسيلة وليس غاية كذلك لا تكن مملا بتكرار نفسك ولا تكن في زياراتك كما كنت في العوام السابقة تكرار بعض العبارات المرنة في الزيارات غير مناسب لا بد أن يكون لك رؤية واضحة وتكون الفائدة واضحة للزملاء من المعلمين أو الذين تقدم لهم إرشاداتك ونصائحك عملية الإشراف التربوي مرنة فلا تجعلها جامدة بقوانينك الخاصة لا تقبع في مسار واحد إذ لا حدود لمهام الإشراف التربوي هناك إدارة، هناك معلم، هناك طالب، هناك بيئة مدرسية، هناك مجتمع محلي لماذا تقبع في مسار واحد ولا تشمل برؤاك المسارات الأخرى لا تطالب المعلمين بالبنائية وأنت تستخدم السلوكية لا تتعامل مع الآخرين بوصفك الأفضل في الميدان مهمتك دائما نشر التحفيز لا الإحباط كذلك لا تغفل عن جوانب القوة أثناء زيارتك مهما كانت قليلة ولا تحرص على تسجيل ملاحظات من أول زيارة من السلبيات، حينما لا تنجح في بناء علاقة ودية ومتينة مع الآخرين فلن تنجح في إيصال رسالتك لا تنسى أنك كنت معلما ذات يوم وكنت تنتظر من المشرف أداءً، فقم به الآن المحور السادس أكثر المشكلات التي ستقابلها بين المعلمين في الميدان التربوي المشكلات التالية هناك معلم يعاني من الاحتراق المهني هناك معلم لا يتمكن من إدارة صفة بشكل جيد هناك معلم لا ينوع في أساليب التدريس هناك معلم لا يراعي الفروق الفردية عند طلبة هناك منهم من لا يتقن التخطيط والتحضير للدرس هناك معلم لا يتقن تقويم الطلاب هناك معلم لا يستخدم التحفيز ولا إثارة الدافعية ولهذا لا بد أن تكون خطتك العلاجية لهذه الحالات جاهزة لتبدأ بتطبيقها دون تأخير تذكر دائماً أن هناك فرق بين الإشراف التقليدي والإشراف المتجدد فمن أهداف الإشراف التربوي قيادة التغيير في الميدان نحو عصر المعرفة ومن أهم التطبيقات العملية في الإشراف التربوي أن تطبق ما عرفت عن الفروق بين المفتش والمشرف التربوي وحين تقوذ التغيير في الميدان ففرق بين التعليم والتعلم واستخدم مهارة التدريب والاتصال وراعي الفروق الفردية بين المعلم القديم والمعلم الجديد تذكر أن المعلم القديم كون نظرية التربوية فهو أعصى على التغيير في الغالب أخي المشرف التربوي أنت صاحب رسالة عشت فاصيلها، تشربها، أحبها، آمن بها، واصدق في أدائها وعندها يمكن أن يتقبلك الآخرون وتذكر أن المدرسة تمارس مهمة المصلح الاجتماعي ويعلم كثير من التربويين العاملين في الميدان أن المدرسة في وقتنا الحاضر يجب أن تقوم بدور المصلح الاجتماعي وهذا صحيح وحقيقي لكن السؤال ما هو دورك أنت هنا؟ وما هو دوري في هذا الواقع؟ والمسؤولية الأخلاقية هي من أهم أهداف مؤسسات التربية بل إن الإسلام جعل منزلة معلم الناس الخير هي أعظم المنازل وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما وقد كان أعظم ما يميز صلى الله عليه وسلم خلقه القويم وقد وصف بأن خلقه القرآن وقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق فلتكن أول عنايتنا في الإشراف التربوي أن نهتم بالجانب الخلقي ولنبدأ بأنفسنا لنكون أبعد أثراً وليكن هو عليه الصلاة والسلام مرجعنا الأول في جميع عمالنا بما كان يحمله من رفق ورحمة وحسن تعليم عليها أفضل الصلاة والسلام أما وقد وصلنا إلى نهاية حلقاتنا عن الإشراف التربوي فإني أنوه على أني جريت في ضمير المخاطب على نهج العرب في الكلام بلفظ المذكر ولا يفوتني أن أنوه بأخواتنا المعلمات والمشرفات التربويات اللواتي يشملهن كثيراً مما تناولته هذه الحلقات وقد حرسته على تقديم المختصر المفيد ليساعد في تطوير الميدان التربوي واجتنبت المصطلحات الأكاديمية واللوائح الرسمية قدر الإمكان أشكر لكم حسن تفاعلكم وقبولكم وتحفيزكم الرائع لي لإكمال هذا البرنامج كما أشكر منصة رواق التي أتاحت لي فرصة اللقاء بكم وفرصة ثمينة للمساهمة في إثراء المحتوى التربوي العربي لا تنسوني مصالح دعواتكم وحتى نلتقي في برنامج آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع ويشرفني أن يتم التواصل في أي وقت من قبلكم على موقع بنك الخبرات التربوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته